باب من زار قوما فلم يخطر عندهم عنانس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسم قال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادم كانس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعالي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثت نبنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة بضع وعشرون ومئة باب الصوم آخر باب من زار قوما فلم يفطر عندهم أي لا يتعين أن يفطر عند قوم إذا زارهم وقدموا لهم طعاما لا سيم إذا كان ذلك لا ليس في حرج عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له أم سليم ما قدمت من سمن وتمر قال أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صعب ثم قام فصلى بهم فقالت الرسولين لي خويصة يعني حاجة وهي أن يدعو لي أنس رضي الله عنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله بأن يطيل عمره وأن يكثر ماله وولده فكان من أكثر الناس مالا وولدا وأطولهم عمرا رضي الله عنه